الفضول يعتبر أحد الأشياء اللي ممكن ترجع عليك بالفائدة وبنفس الوقت ممكن ترجع عليك بالمضرة يعني ممكن فضولك يوديك لأشياء زينة وتفيدك وتتعلم منها وممكن لا والله يوديك لأشياء رح توديك بستين داية قصتنا لليوم تدور حول فضول شاب هذا شاب فضوله قادة أن يشتري واحد من أرعب الكتب على مستوى العالم القصة رح تكون مليانة بالأحداث المفاجئة والمرعبة لهذا لكل أشياء الرعب كل واحد منكم يجهز مشروبه المفضل أو أكلته المفضلة وخلي نبلش الفيديو قبل لا نبدأ يا صدقائي أخذ من وقتكم ثواني هاي قناة صديقي فيصل ينزل بها قصص واقعية ومرعبة القناة فعلا متعوب عليها ومحتوى جدا جميل ومرتبة وأنا متأكد وأضمن لكم أنه راح تتونسونه في متابعته خليت لكم رابط قناتها بالوصف ادخلوا عليها واشتركوا واستمتعوا وكعادتنا بالبداية لازم نعرف منه هو بطل القصة وبطل قصتنا لليوم هو خالد من الكويت عمري 39 سنة خالد يقول منذ أن كان عمري 13 سنة فقط دائماً أكو سؤال بالي يراودني وهذا السؤال عن الجين وعالمهم وحياتهم يعني دائماً أتسائل وأفكر بين وبين نفسي شلون ممكن يكون شكلهم وكذلك شنو شكل عالمهم وشنو أوصافهم وبحد الأيام سافرت مع عائلتي لوحدة من الدول العربية وبينما كنت أمشي بأحد أسواقها لفت انتباهي كتاب قديم معروض للبيع وهذا الكتاب كان موجود بواجهة مكتبه كان يتحدث عن الجن وكيفية تسخيره فاشتريته وأخفيته عن أنظار الأهل يعني ما خلقت واحد من أهلي يشوفه وبعد ما رجعنا للكويت بديت أقرأ هذا الكتاب مساء كل ليلة من ليالي العطلة المدرسية واثناء قرأته هذا الكتاب كنت أضحكه واي يعني بين قوسين وكأنه خالد دا يستهزي بالأشياء المكتوبة بهذا الكتاب المهم خالد يقول بعد كم يوم بدأت حالة غريبة تظهر على أختي فكانت تبتشي وتصيح وهي تقول شوفوا هذا الرجال الواقف عد باب الغرفة يباوعلب نظرات مخيفة وراها يزداد صراخها ولما ننظر للمكان اللي يتأشر له ما نشوف شي فوالت صارت تقرأ عليها القرآن وتتلو عليها الرقية الشرعية ولكن بكل صراحة هذا الشي ما فاد أبد ومرت علينا هاي الليلة بصعوبة وباليوم التالي تحديدا بوقت العصر أيضا أختي صارت تبتشي وتصيح وتقول شوف التليفون يمشي على الأرض ويصيح ويتنقل من مكان لمكان شوفوا هذا الشي معقولة أنتم ما تشوفون اللي أنا أشوفه خالد يقول كنا نباوح حواليني فمنشوف أي شي يثير الشك أو الاستغراب بعدها استمر بوكاء أختي وتوجهت الأمي وقعدت بحظنها وهذه الحالة تكررت عد أختي لعدة أيام فاعتقدنا أنه هي تعاني من مرض نفسي أو هلاوس بصرية فأخذناها للطبيب اللي هو أيضا حولها للطب النفسي ولكنها ما تشافت ولا تحسنت وتعقدت حالتها أكثر فقررنا هنا أن ناخذ أختي لأحد المشايخ كل ما يقرأ عليها قرآن أكثر كل ما يزداد بيشيها وبكاها أكثر وبعد مرور ثلاث أيام متواصلة من الرقية الشرعية استقرت حالتها نوعا ما ولكن وجهها صار شاحب وأصفر وهذا الشي بسبب الخوف والسهر مرت الأيام والأيام هي تمر وأنا فضولي يزداد أكثر وأكثر حتى أشوف الجن وأعرف شنو أشكالهم وشنو عالمهم فكنت لما يصير عندي وقت فراغ بسيط أروح وأقرأ الكتاب اللي اشتريته ولكن بصراحة ما كنت ألقى بيشي ممكن ينفهم بصورة واضحة بالنسبة لي إلى أن وصلت لتعليمات استحضار الجن والعجيب اللي قلعت بهذا الكتاب الغريب أن الشرط الأساسي لإستحضارهم هو أن تكون أكو نجاسة يعني لازم أكو حوالي أو بي نجاسة حتى يتمكن وأغوص بعالم الجن وأكتشف شنو حقيقتين من دون ما ألتفت للعواقب ولأنني كنت صغير بالعمر فما كنت مهتم أو ما كنت أعرف أنه هذا الشي من الكبار يعني معصية كبيرة لله عز وجل ولكن الشيطان أغراني واستغل الفضول عندي وصاري وسوسلي وبوقتها فعلا الشيطان كان وسوسلي ويشجعني حتى أغوص وأدخل لعالم الجن وأعرف حقيقته وقدر يقنعني على فعل المحرم فقمت هنا وأخذت رغيف خبز وخليته بالحمام أجلكم الله والله أقسم قسم بالله يعني حسيت بشي من الخوف وكذلك تنميلي بأصابيعي وحسيت بالخوف والفزع وصارت عندي رجفة بقلبي وكأنه أكو حجر جدا كبير انشمر على قلبي وصارت عندي قشعرينة متنوصف وكذلك ريقي نشف وانتفاضت انتفاضة يعني قمزي دي قمزة عجيبة غريبة هاي القمزة والفزعة والخوفة اللي صارت عندي ما أقدر أوصفها بالكلام خذت رغيف الخبز وطلعت من الحمام بسرعة وبجيته هواي لأني حسيت اني أغضبت ربي لدرجة اني ما قدرت أرفع راسي بالسماء لأني فعلا أشعر بشعور خجر مو طبيعي يعني جدا خجلان من ربي وصرت أحس بالندم والخوف واستمر هذا الإحساس لعدة أيام إلى أن بديت أنسه بعد مرور ذيك الليلة اللي دخلت بها رغيف الخبز للحمام اللي أمور اتغيرت وصارت باتجاه مختلف فكنت أحس انه أكو أشخاص يراقبوني ويلتفون حولي وبدأت تجيني أحلام غريبة ومرعبة بكل ليلة وكنت لما أسهر قدام التيفيزيون مع أخوتي أسمع صوت طفل رضيع يبتي تحت الدرج فلما أروح المصدر الصوت اللي هو جو الدرج أول ما أوصل يما يختفي وكأنني ما سمعت شي وذا دوتويتش ورجعت المكان فجأة يرجع هذا الصوت والمشكلة انه ما أحد يسمع هذا الصوت فقط أنا وأحيانا يعني بعض المرات لما أكون لوحدي أشعر وأحس بمرور شخص من قدامي وكأنه هواء ومرات أسمع صوت مثل آه 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 يعني صوت آهات يمر من قدامي وإياه هواء أو مرات يكون مثل صوت شخيري الشخص النايم فلما تصير هاي الحالة مباشرة نقوم من مكاني وأركض يم أخوتي وهاي الحالة أيضا تكررت هواي ويايا وبإحدى الليالي بينما كنا مجتمعين لمشاهدة التلفزيون فجأة سمعنا صوت شخص يحاول يفتح باب الصالح واللي كان مقفول من الخارج وكنا نشوف مقبض الباب يتحرك وكذلك يندفع يعني الشخص اللي بره يحاول يفتح الباب ويدخل فلما شفناه ما تحركنا من مكاننا ولا فتحنا للباب وصحنا منه هناك منه اللي بالباب ولكن ما إجانا أي جواب وأيرد فلما قمنا وفتحنا الباب تفاجئنا وانصدمنا لما ما لقنا أحد فشردنا مباشرة للغرفنا ودخلنا بالإفراش وتكرر هذا الشي لعدة أيام وبعد الأيام صار هذا الموقف ويانا لما أبونا كان موجود ويانا قاعد يباوع التفزيون فلما صارت هاي الحالة الغريبة قال إنه ماكو شي هذا مجرد هواء وهذا الهواء هو اللي يحرك الباب وطبعا قال هذا الكلام حتى يهون علينا لأن ما يريدنا نخاف وليلة شتوية غائمة بينما أنا كنت أتجول في ناء البيت أو حوش البيت فجأة شفت أكو إيد ظهرت من خلف النخلة اللي موجودة عندنا وكأنه أكو شخص يختبئ أو خاتل وراها وهاي اليد كانت ظاهرة لحد العكس وكانت ملساء وناعمة وحنطاوية اللون ما أدري صراحة إذا كانت لرجل أو لامرأة ولكن لاحظت أنه أكو سلسلة ذهبية موجودة بمعصم هاي اليد فلما شفت هذا الشي صرت تدعك عيوني أنا أحركن حتى أحاول أصحصح لأنني أعتقدت أنه هاي اليد مو حقيقية وكنت أفتح عيوني وأغلقها فاكتشفت أنه هاي اليد ما زالت موجودة وفعلا حقيقية قاعد أشوفها قدامي فصراخة إطلع من ورا النخلة ترى أنا أشوفك ومجرد ما تكلمت وصراخت اختفت هاي اليد بسرعة فرحت حتى أتحقق من الأمر لكن ما لقيت أحد ووراها ركضت بسرعة مباشرة للبيت من كثر الخوف اللي أصابني وبعد هاي الحادثة الغريبة والمرعبة بيوم مو أكثر كنت أصيح على أخوي لأن كنت محتاجة بموضوع معين فظهر لي بوحدة من الغرف وصار يمشي قدامي ولكن العجيب أنه ما نطعنا أي اهتمام وكأنه لا يشوفني ولا يسمعني بعدها دخل لوحدة من الغرف ورحت وراء وأنا كنت منزعج وغضبان وضايج منه لأنه ما رد علي لما كنت أصيح عليه ولكني لما دخلت للغرفة ما لقيته فطلعت منها بسرعة وراها رحت الحوش البيت وشفت هناك فقلت لما أصيح عليك ليش ما ترد علي وسولفت للموقف وحلف لي بالله أنه ما سامعني ولا شايفني وقال لي بأن الشخص الذي شفته هذا ليس هو لأنه أصلا كان موجود بحوش البيت وباليوم الوراء شفت أخوي وأختي دخلوا لنفس الغرفة اللي دخل لها هذا الجن أو الشي الغريبي اللي أنا شفته ولما رحت وراهم للغرفة أيضا ما لقيتهم فسولفت الموضوع لأم وأبوي لكنهم ما صدقوني لما صار الصبح شفت مجموعة من العصافير موجودات بحديقة البيت فحبيت توكلين خبز والعجيب أنه هذه العصافير اقتربت من يمي ووصلت لمكان جدا قريب من الرجلية وصارت تاكل من القاع وما تخاف مني وهذا الموقف لي أول مرة يصير بحياتي وأنا جدا مستغرب منه يعني مثل ما تعرفوني يا أخوان العصافير يعني مجرد ما تقترب منه خطوة واحدة مباشرة يطيل ويروح فشلون مجموعة شبيرة من العصافير فجأة تنزل وكلش قريب علي وما تخاف مني وتاكل من جوة رجلية صراحة فعلا شي غريب أما الشي الأعجب اللي صار وهي خالت فيقول بوحدة من الليالي سهرت مع أخواني وكانت الساعة عابرة منتصف الليل يعني فوق 12 بالليل وكنا مجتمعين بالصالة وكان الباب مفتوح على آخره وفجأة وإحنا قاعدين ومجتمعين شفنا شي كبير وثقيل يسقط من السماء وهذا الشي اللي وقع من السماء وقع على شجرتنا فسمعنا صوت تكسر أخصانها بعدها جدت ورها ضربة قوية هزت الأرض وسمعنا صوت خطوات ماشي كانت سريعة وثقيلة بنفس الوقت وهذا الصوت كان يجي من الحوش وكان واضح أنه يقترب من الغرفة اللي احنا بيها بعدها حس هنا بهواء داخل الصالة وكانه أكو ريحة ببت وكنا خفنا وفزعنا من هذا الشي بعدها انتشر السكون والعدوء بالمكان يعني صارت سمطة وماكو أي صوت فقمنا حتى نتحقق من هذا الصوت اللي سمعنا لعله وعسى ممكن يكون لص دخل البيت حتى يسرقنا تخيلوا أنه وصلنا لمرحلة نتمنى أن يكون الشي هذا اللي سمعناه أن يكون لص وما يكون جن أو شي ثاني مرعب فتحققنا من الموضوع وفتشنا البيت ولكن ما لقينا شي ورحنا للنوم كل واحد بغرفته وكل واحد سد باب الغرفة عليها من جوه وكذلك حرفيا كل واحد كان نايم ومختبئ تحت اللحاف مالته بهالأثناء أنا بديت أفكر بينه وبين نفسي وإجاني إحساس وشعور أنه كل هاي الأشياء الغريبة اللي صارتوا يعني كلها بسبب كتاب الشعوذ اللي أنا جبته وياي واللي كنت مخليه محتفظ به داخل خزانة الملابسة والكنتور فقمت واخذته وطلعت الحوش المنزل وهناك أحراقته وتبت لرب العالمين من هاي الأمور وتوجهت لو دعيت وقلت يا رب أنك تعلم أني قد أخطأت وظلمت نفسي وأغران الشيطان لجهلي بعظمتك يا رب أني تبت إليك وتبرأت إليك خالد يقول بعدها والله الذي لا إله إلا هو يعني يقسم قسم يقول بعدها بعد ما دعيت بهذا الدعاء وتبت لربي اختفى كل شي من البيت ورجع الهدوء ورجع بيتنا لسابق عهده وكذلك أختي رجعت لحالتها الطبيعية وانتشر الفرح والسعادة بين كل أفراد العائلة بعد ما عانينا من أيام هواي بيها تعب وإرهاق وخوف ولكن بعد ما تبت ورجعت لرب العالمين الله سبحانه وتعالى سامحني ودفع عنا هذا البلاء لهذا يا أصدقائي دائما نقول أنه ممكن فضولك يوديك بستين داهية فمو دائما المشي ورا الفضول شي صحيح خاصة بهاي الأمور الغيبية والروحانية الله يبعدنا ويبعدكم عن هاي الأمور السعية وهس وصلنا لفقراتنا الأخيرة اللي يخليها في نهاية كل فيديو واللي هي المقطع الغريب ومقطعنا لليوم هو هذا هذا الشاب يا أصدقائي مثل ما شفته كان يرقص وسط القبور وكأنه لا يستهزل بالموضوع أو يحاول يجيب مشاهدات بالبث المباشر ولكن فجأة ومن دون سابق أنذار يتحول من حال إلى حال فجأة صار نايم على الأرض وكأنه أشبه بالدمية أو الشخص الميت وكل هاي الأمور صارت وسط البث المباشر شنو تفسيركم لهذا الموضوع وشنو أرأكم بيه كتبوا ليها بخانة التعليقات وبس يا أصدقائي هذا كل اللي كان عندي في فيديو اليوم إذا عجبكم لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وكذلك تابعونا على الانستقرام أخوكم عبدالخالق سلام